اهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتادة زي ما قلنا لكم قبل ما نطلع فاصل ان شاء الله حيبقى دايما كده في فقرة دايما هنبقى حرسين ان هي تبقى موجودة معنا ويمكن عملناها بعد قبل كده مرة او مرتين وهي فقرة اسأل بركات حضرتك او حضرتك اي سؤال حضرتك عندك اي استفهام في اي حاجة طبعا يعني من حقك ان انت دايما تلاقي الرد عندنا وزي ما بنقول دايما احنا كلنا شركة يعني كلنا شركة في الريمونتادة وهي طبعا اكيد الريمونتادة مش هتبقى ريمونتادة غير بحضرتكم فخلونا برضو يعني نشوف بعض الاسئلة اللي حضرتكم بعد تهالنا على فيسبوك او على انستجرام ونشوف الناس عايزة تسأل في ايه ونشوف هنرد عليها نقول لهم ايه خلونا نروح على اللد كده ونقرأ الاسئلة السؤال الاول بيقول ده سيف مهدي من وجهة نظر حضرتك شايف ان الدور المصري اقوى من دوري ابطال افريقيا ولا اه لا طيب سؤال 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 مهم يعني انا سؤال ده بالنسبة لي سؤال مهم لانه يمكن الفترة اللي فاتت طلع بعض الاقويل وفيه ناس كتير بتتكلم وبتقول ان يعني الدور المصري اقوى من دوري ابطال افريقيا طيب يعني خلينا نقول ونعترف ان بالنسبة لفرق افريقيا وفرق كبيرة وعريقة في افريقيا خلينا نقول ان اللعيبة اللي هي بتاعتها اللعيبة كويسين بنقول ناس كتير منهم بتطلع وبتلعب يعني برا القارة في اوروبا والاماكن دي ولكن احنا نوصل لحد ما نقول ان الدوري اقوى من دوري ابطال افريقيا فطبعا اعتقد ان هو كلام مش مزبوط باقي حال من الاحوال لانك انت ما بتتكلم على دوري ابطال افريقيا انت بتتكلم على بتتكلم على بتتكلم على الاهلي وبتتكلم على الزمالك وبرا بتطلع بتتكلم على الرجاء وبتتكلم على الوداد وبتتكلم على الترجي وبتتكلم عن النجم السحيلي وبتتكلم على سانداونز وشوفنا بترو اتليتكو عامل ايه سيدا انت بتتكلم فرق قوية جدا يعني انت بتتكلم على فرق قوية وتاريخ كبير جدا طبعا عندنا فرق في الدوري المصري طبعا فرق محترمة فرق عريق وعندنا فرق جديد وعندنا فرق بتكافح إنما ما أقدرش أقول إن الدور المصري أقوى من دور أبطال أفريقيا ساعات الناس بتتكلم الكلام دوت من منطلق إن مثلاً فرق بتتلاقي صعوبة شوية في بطولة الدور وفي موشط الدور وبتبقى مثلاً الدنيا في دور أبطال أفريقيا مثلاً أسهل من حيث الأداء من حيث النتائج ولكن هي الفكرة مش عشان الدور أصعب هي الفكرة بتبقى في العقلية في التحضير الزهني للمباراة إن أنا إزاي أنا وأنا كفريق كبير حنزل هنا في الدوري وحبقى عارف إن أنا في 11 حيرجعوا يدفعوا عن 18 عندهم إزاي هتعامل مع الكلام دوت إزاي أنا هحاول إن أنا لقي الحلول وبالتالي حيبقى فيه إرهاق بدني أكتر زهني أكتر إنما حسابياً إن أنا أحسب الدوري المصري أقوى من دور أبطال أفريقيا لا ده موضوع صعب جداً وما تفقش معي خالص سؤال البعد كابتن بركات إمتى نقدر نشوف الدوري المصري زي الدوري السعودي والإماراتي أو زي الدوري المغربي والتونسي اللي هي دول مع احترامي ليهم في الكورة إحنا معدينهم بسنين كابتولات وهل من وجهة نظرك إيه اللي ينقص اللعيبة عندنا إنها تلعب درجة ولها عندها 18 و 19 سنة زي بدري ومبابي وهلند وغيرهم ودول في أكبر أندية ومنتخبات العالم ده شاكر هاني طيب يعني يمكن شاكر بيتكلم في حتة يعني إمتى نلاقي الدوري بتاعنا زي الدوري السعودي والدوري الإماراتي والدوري التونسي والدوري المغربي يمكن دوري السعودي والدوري الإماراتي يمكن طول عمرنا الفترة اللي فاتت بنتكلم إنهم تنظيميا كانوا بيبقوا على أفضل وجه تنظيميا حتة التنظيم كانت أحسن من عندنا الحتة دي بالنسبة لنا يمكن زبطت وشوفنا رابطة الأندية وجودها السنة دي عمل إيه والتغيير الكبير في شكل مسابقة الدوري من جميع الوجوه فده فرق معنا جدا وجود الرابطة بداية من هذا الموسم بالنسبة لك دوري التونسي والدوري المغربي يمكن أنا أختلف معاك شاكر في حتة إنهم يمكن دوريات طبعا فيها فرق كبيرة ولكن أنا شايف إنهم مش أقوى مننا كدوريات أنا شايف إن احنا أقوى منهم وشايف إن احنا أقوى منهم يعني بكتير كمان خصوصا إن الدوري بتاعنا أصلا يعني في لعيبة توانسة ولعيبة مغربة كتير يعني الدوري بتاعنا في لعيبة توانسة ومغربة كتير ومعتقدش إن عقلية اللعيبة الكبيرة اللي بتبقى في تونس أو المغرب إنها ممكن تروح لدوريات أقل منهم أكيد اللي في دماغهم إن هم عايزين يروحوا دوري يتلمعوا فيه فوجودهم في الدوري المصري وبالعدد ده لا ده يثبت لك إن الدوري المصري أقوى من الدوري التونسي وأقوى من الدوري المغربي وطبعا لينا يعني مثلا حاجات كتير جدا مع فرجاني ساسي وجوده في مصر والحالة اللي كان عليها فرجاني ساسي وطبعا بعد كده عشرف بن شاري وبدر بنونوي ولكن خلينا أقول إن الفرق ما بين فرجاني ساسي وهو بيلعب في الدوري المصري وبعد كده في انتقاله خارج مصر سؤال بعده رأيك في مصيماني زى التوقع لنهاء دوري الأبطال ده أحمد عبد السلام طبعا يمكن رأي في مصيماني يمكن أعتقد ممكن أكون يعني سمعت جزء منه في الانترو مصيماني مدرب كبير مدرب محترم عنده بعض الأخطاء ما بننكرش أبدا سواء في الملعب أو خارج الملعب دايما خارج الملعب كنا دايما بنتكلم في ممكن أكتر حاجة كانت بينة قوي إن الناس من البداية عرفوا إزاي يستفزوه أما بيبقى مثلا مش كسبان أما في أسئلة معينة في وطر معينة ما بتدوس عليه بيبتدي الراجل يرد عليك بيبتدي تنرفز يتعصب فالناس ابتدت تدسله على الحتة دي وطبعا ما حدش يقدر يلوم الناس ولا يلوم أي صحفي بيسأل سؤال لأن دايما بيبقى حق الصحفي وحق الإعلام إنه هو يسأل وانت في نفس الوقت مطلوب منك إن انت تجاوب ولكن بهدوء أكثر ده حاجة كانت بتعيب مصيماني خارج الملعب طبعا عنده أكيد مشاكل برضو جوه الملعب في إدارة بعض بعض المباريات ودي بيقع فيها مدربين كتير قوي ولكن نسبة وتناسب وبالشكل اللي بقى عليه النادي الأهلي في خلال السنتين اللي فاتوا اللي كان موجود فيهم مصيماني ويمكن حتى الراجل لسه ماكملش سنتين ومع ذلك زي ما اتكلمنا وقلنا بطولات كبيرة اللي بيحققها دي حاجة تتحسيب له ما بنقول اتنين أفريقيا واثنين سوبر أفريقي وكاس مصر وبرونزيتين في كاس العلم للأندية طريق التعامله مع المباريات الكبيرة يعني سبحان الله مسيماني دايما الناس تيجي تختلف عليه فترة من الفترات ويبقى النادي الأهلي يدخل على مباراة كبيرة تبص تلاقي الراجل مكسر الدني فهو بيعرف يدير المباريات الكبيرة نما عنده أخطاء شأنه شأنه أي مدرب بيبقى عنده أخطاء ولكن يبقى مدرب كبير اللي بعده منتخب مصر محتاج إيه عشان يرجع ينافس على البطولات طيب ده يوسف إسماعيل إحنا الحمد لله دايما بنتكلم يا يوسف إن إحنا عندنا منتخب دايما بنقول إنه هو منتخب كبير وبنقول إن إحنا عدنا يمكن شوية على فترة كانت الدنيا فيها مش أحسن حاجة ولكن عايز أقول لك أن على مدار الفترات اللي فاتت برضو الدنيا برضو ما كانتش سيئة لا يعني مثلا إحنا لحد آخر لحظة منتخبنا طبعا مش هكلمك على 2006 و28 عشان طبعا التاريخ ده خلاص يعني بيتركن على جنبه وإنت ليك الحاضر والمفروض إن أنت كل يوم بتكتب لنفسك حاجة جديدة ولكن ما تنساش إن إحنا لحد الشهر اللي فات إحنا لعبين النهائي دم السنغال قدرنا نتعامل مع مباريات كبيرة قدرنا نتعامل مع منتخبات يمكن أقوى مننا ولكن يمكن الطريقة اللي كان بيشتغل بها كروش كانت طريقة نكحة مع المنتخب واللعيبة كانت رجالة دايما بنتكلم محتاجين إيه؟ عندنا الحتة الفنية موجودة وما بنشتكيش منها والقماشة دايما عندنا كويسة قوي إنما دايما بنتكلم إيه؟ على حتة الروح حتة الروح أما بتبقى مفقودة في منتخبنا الوطني بتبقى الدنيا والأداء مش أحسن حاجة ودوة اللي بيزعل الناس ولكن لحد المباراة الأخيرة في الصعود لتصفات كاس العالم كنا موجودين زي ما كسبنا السنغال 1-0 والسنغال كسبتنا 1-0 ضربات الجزاء أو رقلات الترجيح هي اللي حسمت الموضوع نفس الموضوع بالنسبة لنهائي كاس الأمم إن شاء الله منتخبنا الفترة اللي جاية يقدر يكون موجود ويبقى في الموعد إن شاء الله السؤال الأخير إيه دا؟ إنت كنت بتاخد منشطات فعلا زي ما بيقولوا؟ لا طبعا يعني يمكن حبيبي وأخويا الكبير يمكن أستاذنا الكبير أبو المعاطي زكي يمكن كان هو أول واحد أثار الموضوع يمكن علشان كان في البداية كانش حد لسه فاهم أي حاجة أنا يعني جيت فترة من الفترات يعني باختصار شديد حاسيت إن أنا تعبان مورم مش مظبوط روحت كشفت طلع إن أنا عندي مشاكل في الغدة الدرقية وإن أنا لازم أعمل عملية كل الموضوع وكل اللي عملته إن أنا شلت جزء كبير جدا من الغدة الدرقية وبدأت أشتغل ويعني بجزء صغير الجزء الصغير ده بعد سنة ابتدى عايزي تساعد بقى شوية علشان خلاص مش قادر يفرز زي ما كان بيفرز في الأول فابتديت لازم أخد دوا معين اسمه كذا الدوا المعين دوت اتقالي إن أنا حاعد بيه وحعيش بيه على طول وهو دوت الدوا اللي أنا كنت باخده اللي هو بيه خليني البني أدم الطبيعي اللي زي حضرتك وحضرتك وزي الناس كلها فهي دي كانت الفكرة